اشتركوا في القناة بعدما عرفت جربت العديد من الرقاء ووصلت لخمسين راقي في مدة ثلاثة سنوات يعني الاخت كان عندها سحر ومكانتش تعرف ولما عرفت ان هي عندها سحر ابتدت ان هي تذهب للرقاء الرقي يعني وحوالي وصلت في ثلاث سنين شافت اكتر من خمسين راقي بتكمل اخت كان العديد من الاشخاص ينصحونني بقراءة سورة البقرة ولكن لم اكن اهتم كثيرا في الحقيقة ناس كتير قالوا لها تقرأ سورة البقرة بس هي ما اهتمتش في يوم ما تأزمت حالتي ولم اجد حل فتوجهت للمصحف وبدأت قراءتها يوميا بعد صلاة المغرب في يوم كانت حالتها متعثرة جدا فقررت ان هي تقرأ سورة البقرة بعد صلاة المغرب كل يوم فبتقول وبدأت قراءتها يوميا بعد صلاة المغرب كان الامر صعبا للغاية ثم خف مع مرور الايام كل حياتي تغيرت يعني حياتها اتغيرت بعد الالتزام بسورة البقرة اصبحت اشعر بوجود الله معي وما احلاه من شعور ورب الكعبة الاختي بتقول ورب الكعبة لم اذق يوما الاذ من هذا الشعور حتى في تحقيق انجازاتي ونجاحي في مسيرتي الدراسية تغيرت تغير الكل معي كل الاشخاص اللي حواليها بتدوا ان هم يتغيروا حتى الاعداء اصبحوا ولي حميم يعني حتى الناس اللي كانوا بيعادوها اعداءها باوا اصدقاء لها وكل الناس بتخدمها وبتساعدها وبتحبها وبتكمل الاخت وحطة طبعا هي صورة لحد بيتحكي يعني فيس سمايلي فيس وبتكمل بركة في بالي بقى عندها بركة في ملها وفي صحتي وفي وقتي هيبة ووقار وتحقيق بعد بعض الامنيات لانني توقفت لفترة من قراءتها واشعر بالاشتياق لها كانت بمثابة الصحبة الصالحة لي هي الاخت توقفت بعد فترة بتقول ان السورة دي كانت بمثابة لها لان هي الصحبة الصالحة صديق الصالح يعني التي تمنحني السعادة بدون اسباب وحماية بدون طلب وراحة بدون نوم ورب الكعبة منحتني شعور زليخة عندما اراد يوسف الزواج منها فقالت اريد الاختلاء مع ربي يعني الاكتفاء بالله والاستغناء عن احب الناس لقلوبنا ليس كرا وانما طمأنينة في القلب يعني هي بتقول ان السورة كان بتدي طمأنينة لقلبها باذن الله سأعود لقراءتها بتقول ان شاء الله حرجع اخر أصورة البقرة تاني وبتكمل الاخت في تركيها حصرة يعني السورة اللي بيترك قراءة سورة البقرة بيوصاب بالحصرة زي ما رسول الله السلام قال قالها حبيبي عليه الصلاة والسلام فما يعلم لذاتها الا من قام بمداومتها يعني رسول الله السلام قال اللي حيترك سورة البقرة حيجيله حصرة في حياته محدش يعني بيعرف ايه من سورة البقرة يا جماعة الا اللي فعلا مدوم عليها وبيقرأها وبيشوف تغيرات ملحوظة في حياته فهي بتقول اللي فعلا بيقرأ سورة البقرة هو الوحيد اللي حيقدر ان هو يحس او يشعر بلذة المدومة عليها وبالانجازات الكتير وبالتغيرات الكتير اللي حتحصل في حياته دي كانت قصة اليوم اتمنى انها تكون شجعت ناس على الاستمرار او البدء في قراءة سورة البقرة واللي بيقرأها ان هو يستمر عليها وجاز الله الاخت ان شاء الله ووفقها لكل خير وكل اللي بيسمعنا ان شاء الله ربنا يوفقه لكل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته